بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتا وقع في نفسي أنها النخلة قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت متفق عليه وقد خرج هذا الحديث مخرج التفسير لقول الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فهذا مثل بديع عظيم الفائدة مطابق لما ضرب له تمام المطابقة وقد بدأه الله بقوله ألم تر كيف ضرب الله مثلا أي ألم تر بعين قلبك فتعلم كيف مثل الله مثلا للكلمة الطيبة كلمة الإيمان وختمه بقوله ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أي أن القصد من ضرب هذا المثل وغيره من الأمثال هو تذكير الناس ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله ولا شك أن هذا البدء والختم في الآية فيه أعظم حظ على تعلم هذا المثل وتعقله وفيه دلالة على عظم شأن الأمثال المضروبة في القرآن وأهمية عقلها وتعلمها فإنها من أعظم دلائل الإيمان التي اجتمل عليها القرآن وبها تتضح حقيقته وتستبين تفاصيله وشعبه وتظهر ثمراته وفوائده والمثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره ولا ريب أن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبه المعقولة من المشهود وقد قال تعالى وكلامه المجتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وقد اجتمل منها أي القرآن على بضعة وأربعين مثلا وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول لست من العالمين وكان قتادة رحمه الله يقول اعقلوا عن الله الأمثال والله سبحانه وتعالى ضرب في القرآن أمثالا كثيرة جلها في بيان التوحيد وتقرير الإيمان وإبطال الشرك وما من شك أن التفكر في هذه الأمثال المضروبة في القرآن يعد حياة للقلوب ويقضة لها من غفلتها ولهذا قال سبحانه في خاتمة الآية ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وهذا نظير قوله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون فإن المثل من شأنه أن يقرب المعاني إلى الأذهان كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم وفي القرآن أمثال كثيرة يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها إلى أقوم السبل فتكون صلاحا لقلوبهم وأعمالهم قال ابن القيم رحمه الله ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس وقد تأتي أمثال القرآن مجتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحكيره وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر وهذه وقفة مع مثل ضربه الله في القرآن لبيان قوة تأثير القرآن على القلوب لما تحويه آياته المحكمات ومواعظه المؤثرات وهداياته النافعات من تأثير عظيم على القلوب قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال السعدي رحمه الله هذا القرآن لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أي لكمال تأثيره في القلوب فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد وقد بيّن الله جل وعلا قوة تأثير القرآن بأنه لو أنزل على جبل لتصدع من خشية الله وإذا كان هذا شأن الجبل في قوة تأثير القرآن عليه وهو جبل أصم صلب مصمة لتصدع من خشية الله فما الشأن في قلبي الإنسان قال ابن القيم رحمه الله وقد أخبر عنها أي الجبال فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلينوا ولا تخشعوا ولا تنيب فالواجب على المسلم أن يعتبر بهذا المثل وأن يتعظ وأن يعمل على أن يكون للقرآن أثر على قلبه وأن يكون منتفعا بهداية القرآن وأن يتفقد نفسه فيما كان فيها من إخلال وتقصير في هذا الجانب العظيم وما من شك أن هذا التأثير للقرآن الكريم متوقف على حسن التدبر لآياته والتأمل في معانيه والعقل لدلالاته لا أن يكون حظ الإنسان منه مجرد القراءة بل لا بد من تأمل وتدبر حتى وإن احتاج التأمل من المرء أن يقف مع آية واحدة يوما أو ليلة كاملة لأن التأثر به والانتفاع موقوف على حسن التدبر والله عز وجل إنما أنزل هذا الكتاب لتتدبر آياته كما قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وجاء في غير ما آية من كتاب الله عز وجل الحث على تدبر القرآن والإنكار على من ضيع ذلك وفرط فيه وأهمله قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وأخبر سبحانه أن تدبر القرآن وتأمل معانيه أمنة للعبد من الضلال وسلامة له من الباطل فقال سبحانه قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبر القول أي لو أنهم تدبروا القول لما نكسوا على الأعقاب ولما كانوا من أهل الضلال فتدبروا القول الذي هو القرآن أمنة للعبد من الضلال وسلامة له من الغواية وحماية له من الباطل وحصن له من كل شر فما أحفج قلوبنا إلى القرآن الكريم معرفة بعظمته وإدراكا لمكانته واهتداءا بهداياته ولزوما لما يدعو إليه من صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم ويعين العبد على تحقيق هذا المطلب إدراكه أن القرآن كلام رب العالمين وتنزيل العلي الحكيم أنزله سبحانه هداية للعباد وصلاحا للناس يخرجهم به من الظلمات إلى النور ومعرفته بصفات القرآن العظيمة ونعوته الجليلة الدالة على عظيم مكانته ورفعة شأنه لتكون هذه المعرفة عونا له على الإقبال على القرآن تدبرا واهتداءا بهداياته العظيمة قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فجمعت هاتان الآيتان الكريمتان سبع صفات عظيمة للقرآن الأولى في قوله جل وعلا قد جاءكم من الله فهو كتاب منزل من رب العالمين تكلم الله جل وعلا به وسمعه منه جبريل ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ومن نبينا عليه الصلاة والسلام سمعه الصحابة الكرام ومن الصحابة سمعه تابعوهم ومن التابعين تابع الأتباع وهكذا تلقاه الآخر عن الأول بالأسانيد المضبوطة مصونا محفوظا مؤيدا بتأييد الله جل فعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الثانية في قوله نور أن يهتدى به في الظلمات فيستضيء به السالك وينجو بإضاءته من المهالك فلا هداية إلا بنور القرآن ولا خروج من الظلمات بأنواعها والشرور بأصنافها ولا نجاة إلا بنور القرآن الثالثة والرابعة في قوله وكتاب مبين كتاب بمعنى مكتوب وهو من الكتب وهو الجمع والضم لأنه جمع العلوم والأخبار والقصص والأحكام على أتم الوجوه وأكملها وأتقنها وأحسنها وقوله مبين أي للحق موضح له مرشد إليه يهدي العباد إلى التي هي أقوى ويدلهم إلى التي هي أرشد ففيه بيان مصالح العباد كلها ومنافعهم جميعها في دنياهم وأخراهم الخامسة في قوله جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فهو كتاب فيه هداية العباد إلى سبل السلام أي طرق الخير ودروبه وهي شعب الإيمان وخصال الدين المتنوعة العظيمة والسادسة في قوله جل وعلا ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه فهو كتاب يخرج العباد من الظلمات بأنواعها ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم وذكر الله جل فعلا السابعة في قوله في تمام هذا السياق ويهديهم إلى صراط مستقيم أي سبيل قويم واضحة بينة يصل من خلالها العبد إلى رضوان الله والفوز بجنات النعيم وهو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دين سواه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا معظمة للقرآن مدركة لمكانته معتنية به متدبرة له مهتدية بهداياته إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته